5 إعلانات حصرية أغضبت اللاعبين تخيل تشتري جهاز وتنتظر لعبة وفجأة تحصلها صارت حصرية الجهاز ثاني حلقتنا اليوم تحكي قصص تنجهر شوي فصبركم علينا تومب ريدر على إكس بوكس هذه الحصرية كانت واحدة من الأخبار الصادمة لأنها ما حد توقعها وقتها كانت لعبة تومب ريدر اللي نازلت عمل في 2013 عادت تعريف السلسلة وظهرت بشكل جميل وكان الكثير من اللاعبين انتظروا لزل جديد رايزة في تومب ريدر بحماس كبير لكن الصدمة كانت لما مايكروسوفت أعلنت أن اللعبة تكون حصرية للإكس بوكس وقتها طبعاً كان فيه ضبابية بخصوص الحصرية وفي ناس كانت تعتقد أنها حصرية بشكل كامل لكن بعدين اكتشفوا أنها حصرية مؤقتة لكن لوقت طويل جداً وهو سنة كاملة فاينل فانتسي على بلاي ستيشن تخيل أن جمهور نتندو عبر جهازين هم العائلة سبو نتندو ألعبوا ست أجزاء كاملة من السلسلة العريقة فاينل فانتسي وحقة اللعبة والشركة الناشرة لها أكبر نجاحاتهم مع نتندو حتى ما كانوا ينزلون لعبة على منافس نتندو وقتها سيقاً لكن مع بداية الجيل التالي من الألعاب ظهر جهاز جديد من منافس جديد وهو سوني بلاي ستيشن وقرر سكوير لأسباب عدة أنها تخلي جزء عن الفانسي سيفن التالي الحصلي لجهاز سوني الجديد طبعاً جمهور السلسلة الأصلي وجمهور نتندو غضوا بشكل شديد واعتبروا هذه الخطوة خيانة كبيرة وإلى يومنا هذا علاقة سوني وسكوير إينيكس مستمرة بحصرية الريميك للعبة نفسها والجد القادم في الفانتسي سكستين على جهاز سوني بلاي ستيشن 5 سبايدر مان على سوني صدرت لعبة The Avengers بعد انتظار طويل من عشاق مارفل والفيلم والكوميك طبعاً مثل ما هو متوقع إلا بحتوت على الكثير من الشخصيات المشهورة من عالم مارفل لكن الصدمة الجمهور كان لما عرفوا إن شخصية سبايدر مان المحبوبة بتكون حصرية الجهاز سوري فلاي ستيشن فقط وبالتالي كان في موجة غضب كبيرة جداً من جمهور البي سي والإكس باكس ولما يعرفون سوني تملك حقوق شخصية سبايدر مان بشكل كامل من عام 1999 وهي لتنتج أفلام السينمائية فكان حصول الحصرية أمر جداً سهل بالنسبة لها ريزدنت إيفل على الجيمكيوب مثل ما صار مع فانل فانتسي التاريخ عيد نفسه وسلسلة ريزدنت إيفل اللي نشأت واشتهرت على جهاز بلاي ستيشن 1 بأجزاءها الثلاثة كان الكل يترقب بالجزء الرابع على جهاز بلاي ستيشن 2 لكن هنا وصلت الصدمة بحيث أعلنت نتندو عن عقد كبير جداً مع شركة كابكوم تحصل في نتندو عن ريميك الجزء الأول اللي أبهر بكل منظر فيه وأيضاً حصلت على حصرية الجزء الرابع المنتظر طبعاً جمهور سوني غضب بشكل كبير جداً وجمهور نتندو طبعاً ذكرهم بموضوع فانل فانتسي قالهم واحدة واحدة يا حبيبي والبادي أظلم طبعاً في نهاية المطاف كابكوم دخلت في مشاكل اقتصادية وقررت بالتفاهم مع نتندو إلغاء الحصرية وإطلاق العباء أيضاً على جهاز بلاي ستيشن 2 وقتها بيثستا على إكس باكس هذه طبعاً تعتبر أحدث الأمثلة كان أثرها قوي لدرجة أن هالصناعة الألعاب بأكملها فبينما في الماضي كانت العقود الحصرية تقتصر على الألعاب معينة أو على شراء مطور هنا الموضوع كان ناشر بكبره مع كل استوديوهات التطوير اللي يملكها بلاك بلاي ستيشن فجأة بدون سابق انذار خسر وإمكانية لعب أسامي كبيرة مستقبلاً منها دوم إلدر سكرولز وفول آوت وغيرها من الأسامي الضخمة نفس الوقت صارت كلها حصرية لمنصة الأكس باكس واللي يهدف رئيسهم فيل سبينسر إلى تقوية خدمة الجيم باس اللي بينها عشان تكون نتفليكس عالم الألعاب أنتم عطونا أيضاً إيش هي اللعبة اللي تفاجأتهم إنها فجأة صارت حصرية لجهاز معين وهل عصبتم الموضوع؟ اكتبوا كل شي تابونا تحت في التعليقات كان معكم تشيحة يعطيكم العافية ومع السلامة